افريقيا في كل اللقاءات حول ليبيا فرنسا تبحث عن دور لها إلى إخراج ليبيا من العباءة التركية الروسية اقتصاديا خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى نحو 38 مليار دينار واشنطن تشن ضربتها الانتقامية ردا على هجوم التاجي في العراق في النشرة أيضا بغداد تستدعي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا حياكم الله تتجه التحركات الدبلوماسية المتعلقة بليبيا صوب القارة الأفريقية حيث تتركز المؤتمرات واللقاءات حتى المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل غسان سلامة شدد من هناك على حرص الأمم المتحدة مواصلة الجهود لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا كلام سلامة جاء إثر لقائه وزير الخارجية التونسي نور الدين الري كما بحثا نتائج الجهود والمساعي التي بذلها سلامة على رأس البعثة الأممية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد تسوية سلمية للأزمة بدوره شكر الوزير التونسي المبعوث الأممي للجهود الكبيرة التي بذلها طوال اطلاعه بمهامه من أجل مساعدة الليبيين للتوصل إلى حل سياسي توفقي للأزمة مؤكدا أهمية مواصلة الجهود باتجاه إعادة تحريك العملية السياسية لإنهاء الصراع وإرساء المصالحة الوطنية الشاملة وجدد الري تأكيد بلاده دعمها لجهود الأمم المتحدة واستعدادها للتعاون الإيجابي مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وتسهيل مهامه وكذلك حرصها على لعب دور متقدم من أجل إيجاد حل سياسي الليبي الليبي ينهي الأزمة نبقى في أفريقيا حيث شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز في اجتماع مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا الذي انعقد في الكونغو وبحث المشاركون في الأوضاع في ليبيا والتقدم المحرز في التحضيرات لمؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي يستضيفه الاتحاد الأفريقي وأكدوا أهمية إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام والأمن وكذلك الالتزام بالعمل المشترك من أجل تنفيذ المسارات الثالثة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة انطلاقا من عملية برلين وإث رسقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بدأت تبرز أكثر فأكثر المبادرات الجديدة لسيما المساعي الفرنسية التي تناولتها صحيفة لوموند رأت صحيفة لوموند الفرنسية أن فرنسا تحاول ملء الفراغ بعد استقالة غسان سلامة بتقديم نفسها وسيطا باستقبال المشير خليفة حفتر فيما تستقبل الأسبوع المقبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح بشغة ونسبت الصحيفة إلى مصادر ديبلوماسية قولها أن فرنسا تسعي إلى توسيع الفجوة بين حفتر وموسكو بعد رفضه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار لتدفع إلى حل وسط بشأن أزمة غلق حقول وموانئ النفط مقابل توزيع عادل لعائدات الطاقة بين المناطق الليبية من دون المرور عبر مصرف ليبيا المركزي قبل النظر في إصلاح هذه المؤسسة ووفق المصادر فإن التزامات حفتر الشفاهية لها قيمة نسبية إلى جانب وقف الأعمال القتالية حيث وافق حفتر مع فرنسا على تأييد الترتيبات الأمنية في وثيقة مرفقة بإعلان برلين تحدد أليات وقف إطلاق النار وتسريح المقاتلين غير ليبيين وأخيرا تفكيك الجماعات المسلحة وإعادة دمجها هذا وتسعى باريس بحسب الصحيفة إلى إخراج الليبيين من العباءة التركية الروسية بالتعاون مع العواصم الإقليمية مثل الجزائر وينتظر أن يزور باشاغ باريس من السادس عشر إلى الثامن عشر من مارس ما يطرح التساؤل بشأن صفقة قد تعدها فرنسا بين المشير حفتر والوفاق وكان باشاغ صرح أن فرنسا توقفت عن دعم حفتر عسكريا رغم أنها لا تزال تدعمه سياسيا مما سمح باستعادة الحوار معها على قاعدة المصالح المشتركة وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون قد ضع إلى احترام مقررات برلين ودفع حفتر وسراج لاحترامها وفرض وقف دائما للنار وإطلاق حوار سياسي شامل وإيقاف إيصال سلاح إلى الأطراف الليبية وفي سياقنا متصل قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريون إن باريس والجزائر اتفقتا على العمل معا لإحلال السلام فيما أسماها مناطق الصراع الكبرى في ليبيا ومنطقة الساحل تتصابق الاتصالات واللقاءات بين الوصول إلى معالجة هادئة ومثمرة للملف الليبي وبين من يسعى إلى تعقيد الموقف تكثفت المساعي الإقليمية والتحركات الدولية والعربية في الأيام والساعات الأخيرة بشأن الأزمة الليبية التي تسير كلها في اتجاه الدعوة إلى وقف العمليات القتالية والحد من العنف مقابل دعم الحل السياسي ففي موقف ملفت أعلنه من الجزائر اتفق وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريون مع الرئيس عبد المجيد تبون على العمل معا لإحلال السلام فيما سماه بمناطق الصراع الكبرى في ليبيا ومنطقة الساحل رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيانها أوضحت أن اللقاء بين الطرفين سمح بتبادل وجهات النظر حول الوضع الإقليمي في الساحل وليبيا وما يقضيه الموقف من ضرورة تعميق التشاور من أجل التعجيل بإحلال الأمن والسلام الدائم في المنطقة وكان لودريون قد قال في زيارته السابقة للجزائر في 21 يناير الماضي إن فرنسا ترى الجزائر شريكاً أساسياً لحل الأزمات الإقليمية في ليبيا والساحل وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد إن بلاده مستعدة لاحتضان مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المنتظر عقده شهر يوليو المقبل في إثيوبيا بهدف جمع ممثلين عن كل القبائل والأطياف والقوى الفاعلة تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني وأعرب جراد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع الأول لمجموعة اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا في مدينة أويو الكنغولية عن تطلع الجزائر إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد معرباً عن أمله في تعيينه في القريب العاجل ودع جراد المجتمع الدولية إلى إشراك الاتحاد الإفريقي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية وشدد على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه دول الجوار الليبي في المصار الرامي إلى التوصل لحلول سياسية للأزمة ومعنا من تونس المتابع للشأن الليبي محمد درميش أهلاً وسهلاً بك سيد درميش يعني أن اتجاه التحركات الدبلوماسية اليوم المتعلقة بليبيا صوب القارة الإفريقية برأيك هل سيجد نفعاً بعدما أخفق إلى حد الماء المجتمع الدولي في حل هذه الأزمة؟ تحية مسائية طيبة ليك والأخوة الزملائك الكرام بطبيعة الحال أن الإدارة الفرنسية أو السياسة الخارجية لدولة فرنسا تعتمد على مصالحها في أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي حوض البحر الأبنى التوسط وليبيا تعتبر دولة مهمة ودولة تملك مقاومات ضخمة في شمال أفريقيا ومن المعروف أن نبدل من 2005 وتعالى جاي أن الدولة الفرنسية عندها مصالح في دولة ليبيا وعندها صفقات سواء كانت صفقات تسليحة أو صفقات نفط وغاز وبعض المصالح التجارية طبعاً في 2011 أبنى حدود تولد 17 فبراير طبعاً دعمت الدولة الفرنسية بقوة للمحافظة على استمرار مصالحها في الدولة الليبية ولكن ما بعد 2013 اشتد الصراع بين القوة الفاعلة في الأرض الليبية واختلت توازن ففرنسا الآن دخلت في الملف الليبي تتحاول المحافظة على مكاسبها الاقتصادية في ليبيا ومصالحها في نفس الوقت إن البسط الأمن والاستقرار في ليبيا مهم جداً بالنسبة لها لتعظيم أرباح ومكاسبها في القارة الإفريقية سيد دارميشي اليوم وفي تحليل صحيفة الموند الفرنسية للمشهد الليبي تحديداً رأت أن فرنسا تحاول اليوم إخراج الأزمة التركية من العباءة التركية الروسية هل هذا صحيح؟ وهل ستفلح في ذلك فرنسا لتحقق مكاسب لها كما تقول في سياق حديثك؟ بطبيعة الحال أن فرنسا عندها مصالح في الدولة الليبية فدخول روسيا ودخول تركيا في الملف الليبي بتحاول فرنسا أنها يتبج وجودها في الملف الليبي لأنها بالنسبة لدولة ليبيا مهمة بالنسبة لدولة فرنسا وعندها مصالح لأن ليبيا تملك موارد وتملك موقع استراتيجي وفرنسا طبعا شريك كبير للقارة الإفريقية وليبيا تعتبر بوابة إفريقيا فالدولة الليبية مهمة لفرنسا ففرنسا بتحاول مع دخول تركيا وروسيا في الملف الليبي بتحاول أنها تفرض وجودها لمحافظة على مكاسبها ووجودها في شمال القارة الإفريقية وفي قارة إفريقيا سيد دربيش إلى أي مدى تعولون على مؤتمر المصالحة بين الليبيين الذي يستضيفه الاتحاد الإفريقي تحديدا؟ هذا يعتمد عليه نسبة تمثيل المجتمع الليبي إذا كان الاتحاد الإفريقي والجهة المتبنية هذه المؤتمر المصالحة تبنت كل مكونات المجتمع الليبي الفاعلة على الأرض وجلست على الطاولة تستطيع هذه اللجنة الوصول إلى حل إذا كان هي كررت نفس الأخطاء التي تكرر فيها الأم المتحدة والتي تكرر فيها غسل سلامه وصابقين إنها تختار مجموعة من النخب بانتقاءها هاكي وبحرجة أنهم يمثلوا طوايف المجتمع الليبي فهذا طبعا محكوم عليه بالفشل ولكن إذا تم اختيار من القاعدة من المحلات والقبائل والمكونات والمدن وتم الاختيار لعناصر فاعلة لها تأثير على المشهد الحياء الواقعي في ليبيا أنا نقول لك ها ينجح لهذا المشروعة نسبة مئة في المئة نعم سيد درميسو الأخير وباختصار لو سمحت اليوم وبعد استقالة غسل سلامة هل تعاولون أو ماذلتم تعاولون على المسارات الثلاثة أم فقدتم الأمل في متبعة مجرياتها والله مش ما نقول لك المسارات الثلاثة طبعا بعت الدعم في الأمم المتحدة للدعم تبعت نفس نهج الحوارات السابقة التي فشلت في الفترة الماضية فأنا لا نعول عليها كثير ولكن إذا كان الاتحاد الأفريقي زي ما ذكرت سابقا ركز على طوائف المجتمع الليبي الفاعلة على الأرض واستطاع أن يوصل بها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ووضع خارط الطريق أنا أن نتفاء الخير قد تصل إلى حل لكن بالنسبة للمسارات الثلاثة نسبة للأربعين خمسة وربعين في المئة نقول لك أنا مش تنجح المتبعة للشأن الليبي محمد درميش حدثنا مباشرة من تونس شكرا جزيلا لك أما رئيس المجلس العالى للدولة خالد المشريف بحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية بمساعدة الاتحاد المغاربي كما التقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأكد الطرفان أهمية تضافر الجهود بين دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغاربي من أجل الخروج بحل الليبي الليبي وسلمي للأزمة كما شددا على رفض الحلول العسكرية ونبذة تدخلات الخارجية السلبية في ليبيا في المقابل المدير العام للشؤون السياسية والأمن في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي سباستيانو كاردي قال إن بلاده قررت تأجيل اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي كان مقررا عقده في 19 من مارس الجاري في روما وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه كاردي مع الممثل الخاص لرئيس الروسي أجل الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف تناول الوضع الحالي في ليبيا قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العساو إن الحكومة أرغمت على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى نحو 38 مليار دينار بعدما كانت تحددها بنحو 55 مليار دينار نتابع التوتر الليبي يطال المنشآت النفطية رغم تحذيرات الخبراء من تلك الخطوة وتأثيرها على الاقتصاد الليبي حيث تعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الإفريقية من العنف وسيرعات السلطة وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العساوي قال إن الحكومة أرغمت على خفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى نحو 38 مليار دينار بعدما كانت تحددها بنحو 55 مليار وأرجع العساوي ذلك إلى الصدمة المزدوجة الناجمة عن إغفالات المنشآت النفطية وتراجع أسعار النفط وبشكل جزئي فيروس كورونا المستجد جاء ذلك على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني في تونس وأضاف العساوي أنه على الرغم أن ليبيا إحدى الدول النادرة التي لم تسجل أي إصابة بالفيروس إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بشكل غير مباشر إذ أن خفض أسعار النفط بسبب تراجع الطلب في الصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد وكان صنع الله قال في وقت سابق إن لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبؤ بها سنواجه انهياراً في سعر الصرفة وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله وسنتكبت خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها أعلنت عملية بركان الغضب اليوم تعرض منازل مدنيين في منطقة سوق الجمعة للقصف بالمدفعية وصواريخ إجراد وتهمت بركان الغضب القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم وأكد سكان من منطقة سوق الجمعة سقوط قضائف صاروخية على حي قريب من قاعدة معتيقة عقد في مدينة برشلونة الإسبانية ملتقة حول تطوير التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية الإرث الثقافي أثناء الاضطرابات والحروب تعاقبت الحضرات البشرية على ليبيا منذ ألف السنين تاركة وراءها إرثاً كبيراً من الأثار المتروكة للصرقة والتخريب والإهمال ففي مدينة برشلونة الإسبانية عقد ملتقة حول تطوير التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية الإرث الثقافي أثناء الاضطرابات والحروب واستهدف الملتقة الذي نظمته مؤسسة سلام التراث وبدعم صندوق ألف لحماية التراث الثقافي في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة كلاً من دول ليبيا والسوريا واليمن وفقاً للمكتب الإعلامي لمصلحة الأثار الليبية شارك في الملتقة عدد من مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول والهيئات الحكومية المعنية بإدارات التراث الثقافي وتم استعراض عديد المشاريع والأعمال والتجارب لاستخلاص نتائجي لإنجاز استراتيجية للتعاون مع الجهات الداعمة وتلك المؤسسات التي تدير هذه المشاريع المشاركة الليبية في هذا الملتقة كانت ممثلة في جمعية بلغراي من مدينة البيضة واتحاد بلديات التراث والهيئة الترابلسية ومصلحة الأثار الليبية وتعد ألف الحروف الأولى اللاتينية لإسم التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع وتمثل أيضاً الحرف الأول من أبجدية اللغة العربية منظمة تأسست بهدف العمل لصالح التراث الثقافي في مناطق النزاع من خلال برنامج مساعدات يمكنها من أن تكون مرنة وسريعة الاستجابة وسبق أن حققت مشاريع التحالف الراهنة عدة انجازات هامة ولسيما مبادرت في سيفساء الموصل العراق طويلة الأمد التي تهدف إلى عادة تأهيل المواقع الممثلة للتنوع الثقافي والديني للمدينة القديمة فعلى سبيل المثال تم إيقاف تدهور متحف الموصل وإعادة جزء من مصنفاته بأمان كما تم إنهاء الخطة الإجمالية لإعادة تأهيله وقبل الانتقال إلى فصل إعلاني نشير إلى ما أعلنه وزير التعليم في حكومة الوفاق الدكتور محمد عمار زايد عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسة التعليمية بجميع مراحلها الأساسية والثانوية والجماعية كإجراء احترازي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها الصين تتهم الجيش الأمريكي بجلب الفيروس إلى وهان حياكم الله من جديد مشاهدين وفي شأن الدولي شن الجيش الأمريكي ضربته الانتقامية ردا على هجوم التاجي في العراق فقد أعلن البنتاجون تنفيذ ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في مختلف أنحاء البلاد قصف استهدف خمس مواقع لتخزين الأسلحة وأدى إلى مقتل خمسة جنود ومدني نتابع نفذت واشنطن تهديدها فقد شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق جاء ذلك ردا على هجوم صاروخي كان أسفر أول من أمس عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي شمال بغداد وأكد البنتاجون أن واشنطن نفذت ضربات استهدفت خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل وأضاف البنتاجون في بيان أن تلك المنشآت كانت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف قوات الولايات المتحدة والتحالف وأوضح البيان الأمريكي أن الضربات كانت دفاعية ومتناسبة وأنها جاءت ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله تلك الميليشيات ووفق بعض وسائل الإعلام فأن هذا القصف الجوي العنيف طال شخصيات مهمة في صفوف الميليشيات العراقية المدعومة من إيران موقعا عددا من الجرحى في صفوفها هذا على الأرض أما سياسيا فتوالت المواقف من أكثر من جهة كما استدعت بغداد سفري الولايات المتحدة وبريطانيا كان واضحا وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر عندما غرد على تويتر أمس أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات المدعومة من إيران ضد شعبه ومصالح بلاده وحلفائها واعتبر وزير الخارجية البريطاني دومني كرواب بدوره أن رد التحالف الدولي على استهداف قواته في معسكر التاجي في العراق كان حاسما مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يسعى لمهاجمتها وقال أن العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع كتائب حزب الله العراقية مثلت ردا سريعا وحاسما ومتكافئا على الهجوم الجبان الذي استهدف معسكر التاجي وفق تعبيره هذا وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجمات الأخيرة على العراق وقال أن واشنطن لا يمكنها تحميل الآخرين عواقب وجودها غير القانوني في العراق وأشار إلى أنه على ترامب إعادة النظر بشكل كامل في حضور قواته في المنطقة بدلا من رمي اتهامات لا أساس لها وأمرت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الوزارة أمرت أيضا باستدعاء سفير بريطانيا لدى بغداد على خلفية الغارات الأخيرة على مواقع عراقية متابعة لهذا الموضوع بشكل أكبر معنا من العراق الكاتب السياسي حسين الركابي سيد حسين البداية مرحبا بك يعني على مدى مقبل العراق اليوم بعد عمليات القصف المتبادلة بين الولايات المتحدة وكذلك الجماعات التابعة لإيران داخل البلاد وإلى أي مدى اليوم تتحمل الحكومة العراقية حالة الأوضاع في العراق من حالة عدم الاستقرار اليوم سيد حسين حسين سيد حسين يبدو بيننا نواجه مشكلة في التواصل مع ضيفنا من العراق حسين الركابي على كل حال شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسليم الذربجان بأو 12 من أطفال داعش ممن كانوا مع أمهاتهم المحكمات في العراق لانتمائهن إلى التنظيم وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العراقية المختصة لإنهاء ملف دواعش وعائلاتهم مشيرا إلى أنه بترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل على العدد الكلي إلى 940 طفلا من مختلف الجنسيات وجددت الوزارة دعوتها جميع الدول التي تأوي أطفالا أو أحداثا انتهت مدة محكميتهم إلى تسليمهم نعود مشاهدين إلى العراق حول التطورات هناك يعود إلينا من جديد الكاتب السياسي حسين الركابي سيد حسين هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك كنت قد سألتك على ماذا مقبل العراق اليوم بعد عمليات القصف المتبادلة بين الولايات المتحدة والجماعات الإيرانية المتواجدة داخل البلاد وإلى أي مدى تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية حالة عدم الاستقرار في البلاد؟ تحية لكم ولمشاهدينكم ولمتنمعينكم لدينا مشكلة مشكلة اليوم أزمة الحكومة والتشكيل الحكومة والمظاهرات والذي يمر بمنعطب خطير ومنعطب ربما يؤدي إلى نسبة العملية السياسية يمتعلمون جيدا لحد الآن لم يشكل رئيس الوزراء وبالتالي رئيس الوزراء الحالي هو لتطريف الأعمى لحد الآن برلمان لم يختار رئيس الوزراء هذا من جانب بالجانب الآخر اليوم لا توجد في العراق هناك من إشياء ترتاح على إيران ما ممكن الموجودين الفصائف هي فعالي العراق وقادتها من العراقيين نحن لا يمكن نقلط أن يقلدون المرجع الآن نحسبهم تبعية نرفض رفضا تامما ننسل العراقيين إلى إيران أو إلى بلد الآخر هذا أمر الأمر الآخر يا أخي ويا سيد العظيم اليوم الشيناريو نجد هي اليد التي قتلت المتظاهرين واللي قتلت قادة النصر واللي ضربت السفارة واللي ضربت المعتكرات هي يد واحدة اليد الأمريكية واضحة جدا أن هي تضرب معتراتها من أجل شرع لها حتى تضرب مقرات الحجر الشعبي أو مقرات القوات الأمنية والقوات الأمنية أو فصائل حجر الشعبي أعلنت قرارا وتكرارا أنها لا تقوم بعمليات مرتقة بالقاعدة العام كذلك الجانب الإيراني قال وطرح حتى من مرة لا يضرب القوات الأمريكية إذن هذا السيناريو واضح جدا أن القوات الأمريكية وهذا جميع العراقيين والطبقة السياسية أصبح واضح لديهم وهناك شهود وهناك عدلة أن القوات الأمريكية هي من تضرب مقراتها من أجل تشرع لها أن تضرب القوات أو تضرب القوات الأهل العراقي طيب فيما يخص المسمى هذا مسمى لربما دولي من قبل حتى من الولايات المتحدة الجماعات التابعة لإيران حتى في البيانة الأخيرة ولكن دعني أسألك سؤال آخر الذي هو مسألة استدعاء السفيري بريطانيا والولايات المتحدة اليوم من قبل السلطات العراقية كما أبعاد هذا الاستدعاء وكذلك من رسائل المرسلة من هكذا فعل بالتأكيد هناك حتى هناك طفل المطار وهو مطار مدني في كربلا وأيضا القائمين على محافظة كربلا رفعوا قضية للمحاكم الدولية بهذا عشان هذا عمر الأمر الثاني مقرات هذه مقرات تبع القوات العمنية العراقية ورسمية ومشكلة رسمية وتحت العالم العراقي ما ممكن ضربها بهذه الطريقة وذا كانت داع على السفارة هناك طرق أخرى لمواصلة الحكومة ما ممكن اليوم الأمريكان يصولون ويجيبونون يضربوا المعسكرات ويشترون القادة والمطارات وفي مطار بغداد الدولي وزيار رسمية لأحد الأشخاص وقيادات القوات الأمريكية خلقت السيادة وضربت حاولها داخل العراق وكذلك في البكامان على الحدود العراقية السورية وكثير من هذه الأماكن اليوم تقصب وتقصب وتقصب وتدعون القوات الأمريكية وتضرب مثل هكذا مقرات ما ممكن لها اليوم التدعاء واليوم على القوات والصبق السياسية العراقية عليها أن تصوت بكلام واحد في إخراج القوات الأمريكية نعم وصلت الفكرة وكتفي معك بهذا القدر كنت معي من العراق الكاتب السياسي حسين الركابي أشكرك على كل هذه التفاصيل قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن المسؤولين الأتراك والروسي اتفقوا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب السورية وعلى تسيير دوريات مشتركة روسيا وتركيا اللتان تدعمان طرفين متصارعين في الحرب السورية تتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب شمال غرب سوريا ونقلت وكالة أنباء الأناضول الجمعة عن وزير الدفاع التركي خلوسي أكار تأكيده على أن المسؤولين الأتراك والروس اتفقوا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب وعلى تنظيم دوريات مشتركة على طريق أم أربع الرئيسي اعتبارا من يوم الأحد ويعالج الاتفاق مخاوف تركيا الرئيسية المتمثلة في وقف تدفق المهاجرين ومنع سقوط المزيد من القتلى من الجنود الأتراك لكنه يعزز أيضا المكاسب الأخيرة التي حققتها القوات الحكومية السورية ويترك المواقع التركية محاصرة وقد قتل نحو ستين جنديا تركيا في اشتباكات منذ الشهر الماضي في محافظة إدلب ونقلت الوكالة عن أكار قوله إن هناك علامات على توقف النزوح في المنطقة وعلى بدء العودة وقال إن تركيا وروسيا ستقيمان مراكز تنسيق مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق بعد استكمال المحادثات مع المسؤولين الروس في أنقرة أما الرئيس التركي رجب طيب أردغان فأعلن بدوره أن تركيا التي تساند بعض جماعات المعارضة السورية لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري أقوى في إدلب في حال خرق وقف إطلاق النار ومن ألمانيا ينضم إلينا الكتب الصحافي إبراهيم كبان أهلا وسهلا بك سيد كبان برأيك وقف إطلاق النار أو هذه الاتفاقية بين الروسيا والتركيا إلى أي مدى ستصمد ومن المستفيد أو الرابح الأول في هذه الاتفاقية مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة بالتأكيد هذا جزء من الاتفاق الذي حصل قبل عامين بين الروسيا أو بين النظام السوري وتركيا وهو أن تكون طرق M4 و M5 تحت سيطرة النظام السوري وهذا ما حصل يعني كانت الخشية التركية حقيقة من تمدد القوات النظام السوري نحو مدينة إدلب التي كانت تبع 8 كيلومتر لهذا الهوجة التركية والعوجة التركية وتحرك التركي جاء نتيجة أن تمنع النظام الاستمرار نحو تحرير مدينة إدلب وأنا أعتقد المسألة أصبحت واضحة الجعجع التركية والحروب الهلامية التي يعتقد الناس تركيا تقودها في سبيل البقاونات وهو الهدف التركي إلحاق هذه المنطقة بلواء اسكندرون وهذا ما يحصل حقيقة والهدف التركي ثاني أيضا هو الشمال السوري المنطقة الكردية تركيا خشية أن تسقط أو يسقط حجر الدومينو رأس الحجر الدومينو في مدينة إدلب وتتمدد نحو المنطقة الكردية التي حتما ستخسرها تركيا سيد كبان هل يمكننا القول في هذه المعادلة أو هذه المشهدية اليوم الكاسب الأكبر هو النظام السوري يعني هي عمليا سوريا هي كسبانة كما تقال في اللغة المحكاة السورية يعني عندما يخرج الاحتلال التركي أنا أعتقد تركيا جزء من الإشكالية السورية تركيا جزء من دعم المتطرفين في الشمال السوري تركيا جزء من خلق البلبلة داخل المجتمع والمكونات الكرد والعرب وغيرهم من الشمال السوري تركيا حتى هذه لحظة تلعب لعبة استخدام اللاجئين السوريين ضد المجتمع السوري ضد الاتحاد الأوروبي تركيا حتى هذه لحظة سيد كبان لكن التخوف التركي اليوم بالنسبة إلى البعض من تضفق اللاجئين إلى الداخل التركي هي واقعة وهي حقيقة ونشاهد ذلك في العديد من وسائل الإعلام العالمية يعني حقيقة فتفتح المجال في الشمال السوري مناطق الإدارة الزاتية الكردية لأن يلتج اللاجئين السوريين جميعا إلى تلك المنطقة مساحات شاسعة 30% من المناطق السورية ولكن اللاجئين السوريين الذين بقوا في تلك المنطقة الذين بقوا تحقي أجندات بيئة استخبارات التركية هم بعضهم من المتطرفين الذين يختبئون بين اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين حقا إذا كانوا بالفعل لهم اللاجئين السوريين كانوا يلتجوا إلى مناطق الكردية التي فتحت أبوابها والتجا إليها مئات الآلاف أيضا في الآونة الأخيرة ولكن ما يحصل هو الاستفادة التركية الاستخبارات التركية كيفما تستفيد من ملف اللاجئين الآن أوروبا وافقت على دفع الأموال لتركيا إذن تركيا تستثمر الأموال اللاجئين السوريين الذين يقفون على الحدود كان بإمكانهم أيضا البقاء في تلك المنطقة وأيضا البقاء تحت الحماية الروسية كما حصل في الدرعة وغيرها المشكلة أن تركيا تستخدم ملف اللاجئين لأقرار سياسية تتعلق ببناء حزام أمني لحماية تركيا على حساب الأمن السوري ووحدة سوريا والمكونات السورية وما يحصل الآن حقيقة استخدم النظام التركي اللاجئين السوريين في معارك رأس العين لدرب الأكرار وأيضا في مناطق الأبيض وأيضا في عفرين ومناطق أخرى اللاجئ السوري أسبح بياد تركيا مجرد أدوات لاستخدامه للمجتمع الدولي من أجل الحصول على مكاسر استراتيجي لسالها أمن القوم سيد إبراهيم كبان الكاتب الصحافي حدثنا مباشرة من ألمانيا شكرا جزيلا لك صادقت جميع البرلمانات المحلية وعددها 85 لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين خوض انتخابات أو انتخابات الرئاسة مجددا وهذه المصادقة تكفي لنقل القرار إلى المرحلة القادمة من التصويت بوتين قال أمام البرلمان أنه يدعم تعديلا جديدا يتيح له تجاهل الحظرة الدستورية الراهن والترشح للرئاسة عام 2024 واحتمال بقائه بالتالي في السلطة حتى 2036 على الرغم من أن الكريملين ذكر أن بوتين لم يعلم بعد أنه سيترشح في 2024 وحتى يدخل التعديل حيز التنفيذ يجب أن يتبناه مجلس اتحاد روسيا الذي سيعقد في الثاني والعشرين من أبريل أعلن الكريملين أن بريطانيا أبدت اهتمامها بمقترح روسي لعقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عام 2020 لمناقشة مشاكل عالمية وفي مقدمتها مشكلة تفشي فيروس كورونا وتغير المناخي وتحدي منع الانتشار النووي وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن هناك إشارة معينة إلى أن بريطانيا العظمى مهتمة بشماع كهذا اتهمت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بنشر فيروس كورونا في وهان حيث ظهر المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي وتحدثت الخارجية عن احتمال أن يكون الجيش الأمريكي هو من جلب الفيروس القاتل إلى المدينة الصينية أثناء مشاركته في الدورة الرياضية العسكرية فيها قبيل ظهور المرض وتسألت الخارجية عن تاريخ تسجيل أول إصابة بكورونا في الولايات المتحدة وعدد المصابين به وأسماء المستشفيات التي حجزوا فيها داعيا واشنطن إلى التحلي بالشفافية واعتبرت الخارجية الصينية أن واشنطن مدينة لها بتفسير أيضا في ملف كورونا فقد طمأنت منظمة الصحة العالمية أن لا داعي للهلع من فيروس كورونا فهو وباء عالمي قابل للسيطرة لكن هذا لم يمنع القلق فعلا خصوصا أن أعداد المصابين لم تعد أرقاما فقط بعد أن طال الفيروس وجوها معروفة ومشهورة في مختلف المجالات على الرغم من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدول للحد منه ومكفحته مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي علي أكبر ولاية مصاب بكورونا هذا ما أفادت به وكالة أنباء الطلبة الإيرانية التي قالت أن ولاية أصيب بعدو كورونا بعد أن خلط العديد من المصابين خلال الأسابيع القليل الماضية وهو موضوع قيد الحجر الصحي المنتلي وفي كندا أيضا أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن زوجته مصابة بكورونا وأوضح البيان أن تريد بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض لكنه سيبقى في عزلة مدة 14 يوما وكذلك الأمر أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة وزيرة المساواة وأخضاع نائب رئيس الوزراء للحجر الصحي وكان قد أصيب رئيس البرتغال ووزيرة الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا ووزير الاتصالات البرازيلي كما وطال الفيروس وزير الثقافة الفرنسي ووزيرة العدل الفرنسية وسبعة نواب آخرين وفي عالم الرياضة أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانيال روغاني وقبله أعلن عن إصابة تيمو هابرد مدافع فاري قانوفر وكذلك ملك نادي أولمبياكوس اليوناني إفانجلوس ماريناكيس كما أعلن نادي سامبادوري عن إصابة لاعبه مانولو جامبياديني ليصبح ثاني لاعب في الدور الإيطالي يصاب بالفيروس بعد مدافع يوفنتوس دانيال روغاني وكشفت تقارير صحفية عدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي وتواجده في الحج الصحي وذلك بعدما أعلن متصدر الدوري عن ثبوت إصابة لاعبه دانيال روغاني بفيروس كورونا وإجراء العزل على جميع الفريق وأعضاء النادي وخوفا من فيروس كورونا ألغت النبال موسمة تسلق جبل إيفرست أغلقت نبال الجزء تبع لها من مرتفعات الهملاية بما في ذلك جبل إيفرست خلال موسم التسلق الحلي بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا وتضم نبال ثمانية من أعلى أربعة عشر جبلا في العالم ومنها جبل إيفرست وتخصل رسوما تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا مقابل تسلق على قممها وغيره من الجبال وقال وزير السياحة إنه جرى تعليق بعثة تسلق جميع القمم لموسم الربيع بين مارس ومايو وذلك عقب اكتشاف حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا لطالب يدرس في الصين خلال زيارته للوطن بين 450 شخصا تم فحصهم ويؤثر تعليق بعثات التسلق في نبال على المئات من متسلق الجبال الأجانب الذين كانوا يستعدون لموسم الربيع للاستفادة من فترة التقس المعتدل بين نهاية شتاء شديد البرودة وموسم المطر الذي يبدأ في يونيو نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها أفراح تبو لم تبدلها الحياة العصرية حياكم الله من جديد تقاليد التبو لم تبدلها عصرانة الحياة أو عصرانة الحياة في المدينة خصوصا لناحية الملابس والعداد المتبعة في الأفراح نتابع عادات وتقاليد لازال التبو متمسكين بها خصوصا الملابس البيضاء التي يرتدونها أثناء مناسبة الزواج أو الأعياد ويعتبر فالحسن لديهم إلى جانب انجلي غراء ويعني بالعربية الصوت وله أهمية كبرى ويحمله العريس وسلطان القبيلة بسلابيض دائما نحن نتفائل به في كل المناسبات سواء كانت مناسبات عيدية أو مناسبات عرسية أو حتى مناسبات أخرى مناسبات سعيدة وعند قبيلة التبو رقصتان لهم أهمية كبيرة وتتغنى بها النساء بأمجاد العريس من أقاربه وتسمى الهمي وعندما يرقص الشباب تسمى الأروس ومن هذه العادات زيارة العريس قبل الزفاف إلى والدته من أجل طلب السماح منها والدعاء له يودع أمه التي ربته وداعا سعيدا ويطلب منها السماح لينتقل إلى مرحلة حياة أسرية جديدة عادات وتقاليد لم تتأثر بحياة القرى والمدن التي أنتقلت إليها قبيلة التبو وهذا يدل على المحافظة على الموروط التقافي لهم رندا كرنفودا WTV 7 فضحت الأمطار البنية التحتية في الجفرة من انسداد المصارف المياه وعدم استكمال تعبيد الطرقات وإصلاحها فدفع المواطنون كما العاد ثمن الإهمال والفسد دى نزول قطرات قليلة من المطر تظهر مباشرة أعطال البنية التحتية التي تكاد غير موجودة تماما وهذا ما شهدته مدينة هون وعموم مدن الجفرة خلال هذه الأيام رغم فرح المزارع بهذه الأمطار والتي تعد ذهبا خالص كما يقال في المثل الشعبي مطر مارس ذهب خالص ولكن من ناحية أخرى يتضرر الكثير بسبب انسداد مصارف المياه وعدم استكمال مشاريع أخرى متوقفة كتعبيد الطرقات وإصلاح المتضرر منها الشركة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي بدورها أفصحت عن عجز كبير تعاني منه الشركة لا يوجد بالشركة إلا سيارة واحدة من سيارة شفط واحدة فقط وقبت بشفط المياه من داخل المنازل وبالنسبة للشوارع ما زال ما تمكننا لأننا لم يكننا سيارة واحدة ولو أننا حصلنا سيارتين وثلاثة ممكن نديره حل بسريعي يظل المواطن بالجفرى معلق آماله ويطالب دائما الحكومة الليبية بتلبية السريعة والعاجلة لإنقاذ ما تبقى من طرقات مستهلكة وشبكات للصرف الصحي فلم يعد يطالب المواطن بالجديد ولكن المحافظة على ما تبقى من السابق لقناة دابليو تي في الزبير العربي بلدية الجفرى توقعات الأرصاد الجوية المصرية حول موجة الطقس السيئة في البلاد لا تبشر بالخير وفيات وإصابات وإنهيار مباني في عاصفة التنين التي لم تشهد مصر مثيلا لها منذ ستة وعشرين عاما نتابع توقع مدير مركز التحاليل الجوية في هيئة الأرصاد المصرية استمرار موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أن سرعة الرياح سترتفع اليوم عما كانت عليه في الساعات الماضية وقال محمود شاهين أن سرعة الرياح ستصل إلى خمسين كيلو مترا في الساعة في حين سجلت أمس ثلاثين كيلو مترا في الساعة وأوضح المسؤول في هيئة الأرصاد أن الأمطار مستمرة في حدتها على معظم مناطق الجمهورية لا سيما في سيناء والصعيد وتتعرض مصر منذ صباح أمس لاضطراب شديد في الأحوال الجوية حيث هطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق وصلت إلى حد السيول وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهبوب قوي للرياح على كافة أنحاء البلاد مما حرك الرمال والأتربة وأدت موجة الطقس السيئ هذه إلى وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة خمسة وإلى انهيار عدد من المنازل والمباني في حين أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات الحكومية ومطار الأقصر الدولي وموانئ الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول صور ولقطات مصورة لطرق غمرتها المياه فضلا عن سيارات وحافلات متضررة ونوافذ مهشمة يشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية أجمعوا على أن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا لم تشهدها مصر منذ ستة وعشرين عاما ومن أجواء العواصف إلى صفحة المال والاقتصاد مع كارلا مساء الخير وليد وفراج في صفحتنا الاقتصادية أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تخطي خسائر إقفالات المنشآت النفطية حاجزة ثلاثة مليارات دولار وذلك بعدما هبط إنتاج الخام إلى سبعة وتسعين ألفا وخمسمائة وثماني برميل يوميا وعبرت المؤسسة الوطنية عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفات الزاوية ونقص التنويل الحكومي لاستيراد كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعت المسؤولين عن الإقفال إلى الرفع الفوري للحصار المفروض أصدرت وزارة المالية في حكومة الوفاق تقرير الإيراد والإنفاق العام عن شهر يناير وفبراير وظهر فيه أن إجمال الإيرادات العامة بلغ 9.893 مليار دينار وجاء في التقرير أن الإيرادات النفطية بلغت 3.2 مليار دينار كما تم تحصيل أكثر من 514 مليون دينار كإيرادات سيادية ورسوم خدمات فيما بلغت إيرادات مصلحة ضرائب أكثر من 175 مليون دينار قال بيان صادر عن البنك المركزي إن أحاكم مصرف لبنان المركزي طالب البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبي المخصصة لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا ويعاني لبنان نقصا حادا في العملة الصعبة أدى لأن تفرض البنوك التجارية ضوابط صارمة على تحويل الدولار إلى الخارج وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد شهدت بورصة باريس أسوأ تراجع لها في تاريخها حيث أغلقت على انخفاض بنسبة 12.28% في حين تواجه الأسواق المالية اتراباتنا على خلفية تفشي فيروس كورونا والمخاوف من تأثيره على الاقتصاد العالمي وخسر مؤشر كاك أربعين 565 نقطة علما بأن هذا المؤشر كان قد خسر 7.3% عند الإغلاق يوم هجمات 11 سبتمبر العام 2001 و7.7% في العاشر من أكتوبر العام 2008 في ظل الأزمة المالية العالمية تراجع في أسعار النفط والذهب وهذه هي أسعار المعادن الأخرى الدنارية تراجع مجددا أمام العمولات الأجنبية وماذا في البورصات العالمية هذا كان كل شيء في أخبار الاقتصاد ولن ننتقل إلى صفحة الكاريكاتور وفي ختام النشرة مشاهدين نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدو التيفي إلى اللقاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر